السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم عندنا عطور العطور هذه صراحة ندمت اني شريتها عادة نسوي مجموعات من عطور نقول هذه أفضل عطور وكذا اليوم حاولت اني أغير الموضوع شوي وأقول انه في عطور طبعا كلنا نشتري عطور والعطور هذه حيانا ما تناسبنا علشان كذا دائما أنا صراحة ما أشجع فكرة الشراء الأعمى حاول قدر المستطاع انك تجرب أي عطر لو ينصحك مين ما ينصحك تجرب العطر قبل ما تتخذ قرار بشراء العطر هذا لأنه العطور أذواق مسألة نسبية تختلف من شخص إلى شخص في شخص يحب العطر هذا في شخص ما يحب العطر هذا لو كانت الناس على مستوى ذوق واحد خلاص يعني كانوا العطارين أو الدور اللي تنتج العطور تطلع لك عطر فقط يعني اللي يناسب الذوق هذا لكن العطور فيها أذواق جاية من تجارب مختلفة فعلشان كذا أنا دائما أنصح بتجربة قبل الشراء وهذا شيء مهم جدا طيب بالنسبة يعني العطور الصراحة اللي أنا ندمت أني شرائتها ما هي كثيرة هي عبارة عن تسع عطور طبعا اللي موجودة عندي حاليا لأنه في عطور سابقة يعني شرائتها ومعجبتني بس أني يعني تخلصت منها فالعطور هذه عموما هي تسع عطور راح أحطها لك طبعا بالترتيب رقم واحد هو الأسوأ يعني وليس الأفضل هو الأسوأ رقم تسعة هو الأقل ضرر يعني طبعا هذه العطور يعني في بعض الناس ممكن نشوف أنها عطور جميلة ممكن العطور هذه تعجبها تمام لكن أنا بالنسبة لي صراحة أنا يعني ندمت أني شرائت العطور هذه طيب راح نبدأ فيها بالنسبة لرقم تسعة من دار شنيل والعطر هو سيكامور طبعا العطر هذا يعني جميل ما أقول لك أنه مو بجميل العطر هذا ممتاز وجميل جدا صراحة وعطر فخم يعني ومبدع وكل شيء لكن من يحتاج العطر هذا إذا كان عندك عطر مثلا اللي كانكر نوار يعني هو في نفس العائلة العطرية يعني لو قارنته مع اللي كانكر نوار راح تلقى أنه التشابه كبير بينهم خصوصا إذا أخذت عامل السعر صحيح يظل سيكامور لكن الصراحة بالنسبة لي أنا شخصيا يعني ندمت أني شرأت العطر هذا بالنسبة لرقم ثمانية من دار إفسال لوران والعطر هو لانوي دولوم نسخة الانتنس طبعا يعني حتى العطر هذا الصراحة عطر جميل ما أقول لك أنه موه بجميل العطر جميل وحلو ورائق لكن يعني مشرأتها أنا توقعت أنه راح يكون أفضل من نسخة لانوي دولوم طبعا لكن للأسف يعني حتى مشرأتها لازلت أرجع إلى نسخة لانوي دولوم وما أستخدم هذا بالشكل الكبير جدا فهذا سبب أنه ندمت أني شرأت العطر هذا طيب بالنسبة لرقم سبعة من دار كريستين ديور والعطر هو سوفاج برفام نسخة البرفام اللي توها طالعة فهذه برضو من العطر الصراحة اللي ندمت أني شرأتها يعني العطر هذا أنا راجعت وتقدر ترجع للفيديو وتشوف يعني رأيي في النسخة هذه هذا بالنسبة لرقم سبعة طيب بالنسبة لرقم ستة عندي من دار لامارتينيا والعطر هو مستيريا سعود العطر هذا سبب شرائي له طبعا العطر هذا جربت يعني قبل ما أشتريه علشان أكون يعني واضح طبعا العطر هذا قريب جدا من عطر كريد رويل عود وسبب شرائي له أنه قريب من كريد رويل عود لكن فيه اختلاف يعني مو يعني نفس الرائحة ونفس الهذا لا يعني يمكن نسبة التشابه بينهم من الأربعين إلى الخمسين في المية لكن ما صرت أستخدمه يعني لازلت أرجع لكريد رويل عود أكثر من العطر هذا فعطر مستيريا سعود من دار لمرتينا وهو من اللاين الحصري اللي اسمه ألمى فعموما هو عندي في رقم ستة طبعا يعني اللي يحب النسخة تكون أكثر دارك وعمق وتكون بخورية أكثر من رويل عود طبعا النسخة هذه أفضل يعني إذا كنت تفضل اللي تكون دارك وبخورية أكثر مستيريا سعود يعتبر أفضل من كريد رويل عود في النقطة هذه فقط أنه أكثر دارك رويل عود لا رويل عود مختلف خشبي مسكي أكثر فهذا يعني الفرق بين العطرين طيب بالنسبة لرقم خمسة من دار تيزيانة رنزي والعطر هو ديلوكس الديلوكس الصراحة يعني أخيارات كثيرة اللي يعني تطيح في نفس العائلة هذه العطرية هذه راجعتنا العطر هذا العطر جميل جدا صراحة يعني حتى يعني تعطرت فيه أكثر من مرة وكذا وجاني سؤال وجاني مديح يعني علشان أكون يعني على ما قال أكثر أمانة يعني انسألت عن العطر هذا وأكثر من واحد قال لي العطر رايحته جميلة والعطر كذا لكن يشوفوا يميل للجانب النسائي أكثر فهذا بالنسبة لعطر ديلوكس في المرتبة الخامسة في المرتبة الرابعة من دار أتيليا كولون والعطر هو فتفور فتال يعني العطر هذا الصراحة يعني فيه سبب المشكلة أني أنا شاري بعد الحجم الكبير يعني اللي هي الميتين ميلي هذه يعني ما قال المصيبة مضاعفة فعموما العطر هذا يعني شريته بسبب هوس يعني في نوتة الفتفور وغير كذا يعني لقيته بسعر مرة صيدة يعني فما قدرت أقاوم السعر لكن اكتشفت أنه العطر هذا يعتبر غلطة بالنسبة لي أني أنا اشتريت العطر هذا فمن أتيليا كولون وفتفور فتال أعتبره يعني من العطور اللي أنا ندمت أني شريتها وهو في المرتبة الرابعة طيب في المرتبة الثالثة من دار جوفوي والعطر هو سيكة داليك سيكة داليكة ما راجعت العطر للعطر الصراحة أحترمه كعطر عطر نيش بامتياز عطر بشولي بامتياز عطر يعني أعتبره في إبداع في العطر لكن بالنسبة لي أنا شخصيا يعني أشوف من العطر اللي أنا دمت أني شريتها خصوصا أنه الدار فيها كثير يعني مختلف عوائل من العطور وأجمل أجمل بكثير من سيكة داليك هذا بالنسبة لي رقم ثلاثة بالنسبة لي رقم اثنين من دار نيكولاي والعطر هو طبعا عنبر عود عنبر عود سبب شرائي للعطر هذا هو الاسم يعني علشان أكون واضح فيه لكن للأسف يعني أنه العطر هذا له عنبر وله عود يعني العطر شرقي مع الخزامة فهذا العطر يعني بشكل كبير هو عبارة عن عطر شرقي مع الخزامة فهو عندي رقم اثنين بالنسبة لرقم واحد برضو من العطور اللي راجعتها تقدر ترجع للفيديوهات اللي موجودة في القناة وتشوف مراجعتي للعطر هذا العطر هذا من دار ريال كراون والعطر هو تباك رويال اللي هو العطر هذا برضو صراحة يعني من العطور شراء أعمى شدني الاسم يعني العطور اللي هي تحتوي على نوته تتبغ الصراحة تستهويني كثير لكن العطر هذا اعتبره يعني الاسم شيء والعطر شيء ثاني فاتباك رويال هو رقم واحد من العطور اللي ندمت طبعا اشتريتها فاكتبوا لي في قسم التعليقات انتو مش العطور اللي اشتريتوها وحسيت انك ندمت انك شريتها واذا اعجبكم الفيديو هذا اتمنى منكم الاشتراك بالقناة دعمها بالشير واللايكس وان شاء الله مور تينيس ويكون بي كامن بيري سون and always remember احلامنا العطر لباسة see you later